جمعت لكم كل ترندات السنة في وصفة واحدة مع شوية تحسينات وتعديلات تطلعت ولا غلطة شوفوا ليها التماسك ولا الطعم طعم يا الله شوف فنان ولا غلطة شوفوا الجمال ونبدأ الوصفة عندي بخلاط المورينيكس سأخذت علبة قشطة كبيرة سأخلطها مع باكتين بودرة دريمويب مع نصف كوب من الحليب السائل ثلاث مكعبات من جبنة الكيري وبودرة كريم كراميل باكت واحد الأصفر هي البودرة الصفرة وملقة صغير من الفانيلا السائلة أو البودرة وربع علبة حليب مكثف محلة فقط وربع ما بدي أكثر أساس ما تطلع كثير حاليا بضربه في خلاط المورينيكس لمدة دقيقتين مش أكثر أساس ما ما تطلع معي السائلة تصير بهذا القوام شايفين ما أحلى البتركون على جنب الطبقة الأولى التريندي الأول هستخدم كيك سيفين دي أو أي كيك موجود عندك شوكولاتة فانيلا بوزعه بالتساوي بصينية صغيرة كل وصفة حتكون بصينية صغيرة برسه بالمكبس عساسا كيتماسك كله مع بعض أو بإيدي تأغطي كل الصينية فبضيف الخليط بعدها الخليط الكريمي العميلي نعملنا سوا بوزع كل الأطراف وبعدها تريندي ثاني بحلالاتي هنستخدم بها الوصفة ما تتخيله بسكوت كوفي جو اللي هو بتعم القهوة شو أعطاها ورفع مستواها للطعم خرافي طعم عالمي فبرتب البسكوت بدون ما أشربه بحليب لأنه ما بتحمل حطت بسكوتين 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 وبرجع بحط خليط الكريمي كمان مرة بوزع كل الأطراف وبحط الطبقة الأخيرة بسكوت عادي بسكوت أولكر استخدمت المتوفر عندك وهون عندي لوح شوكولاتة صغير خلطته مع علبة قشتة بس أو شي ضوبت الشوكولاتة من ماكرو ويف لما ذاب خلطته مع علبة القشتة ممكن أحط ملعقتين نوتيلة كمان بدل الشوكولاتة اللي سوحناها بوزعها على الأطراف بس أنا حطت شوكولات أساس أضمن تماسك القشتة بوزع هالأطراف وهي ترندي الثالث السنيحة للأوريو حطينا الطبقة الأخيرة بشرب كل حبة بسكوت بالحليب وبوزعها بوزعها بوزعها بشكل متساوي أساس أن حبيتي اللي صني أقطعها مربعات فتطلع في كل قطعة فيها حبة أوريو شايفين ما أحلى هالرتابة وهالجمال بحطها بالثلاج لمدة ساعتين تتتماسك وشوفوا لي هالفخامة طلعت كل قطعة متماسكة أهي أولا وطعمها أبدا مش حالي ممتاز بتسيها بين الشيس كيك وبين حللاتي وبين حلل أوريو ولا غلطة معنجت كانت فخ مكا عند ضيوف وما خلوا منها ولا ندفئ فجربوا الوصفة بهالطريقة جدا حتعجبكم وحفظوها حتلزمكم بحلوية رمضان وبالصيف وللعيد وألف صحة وعافية شكرا